أصدق الوصلة يا ستة عادي كلنا عايشين بالوصلة أنا من الرشيد على فكرة ميا ملحة وشوش كلحة زينا يعني لا أنا ساكن بعيدة عن البحر نمأ قولي لي هو الوالد أبوك يعني تعب ازاي دا كان أشهر بمبوتي دا كان نائب رئيس نقابة البمبوتي في بورس عاتم من هي البمبوتية ليها انقابة أم من هنا وفي السويس كمان البمبوتية كانوا كتير أيام المهنة ما كانت فعزها أما دلوقتي خلاص من ساعة ما حصلت الحادثة بتاعت المركب الأمريكاني الحربي اللي اتضربت في اليمن فاكره فاكرها كانت ييجي من عشر سنين كانت سنة شوقهم في نفس السنة مركب تاني أمريكاني ضربت بمبوتية في السويس وقتلت واحد من ساعتها الحكومة والجماعة بتاعة التوكيلات الملاحية مغلسين علينا كل يوم وزهرات عند المحافظة وشغلانة يعني من السويس لليمن لبرسعيد أنا ما أنا مفهمتش برضو الوالد حصل له إيه؟ عندك حق أنا رغاية بس كنت بديك فكرة عن اللي حصل وخلى بويا يجيله السكر هم وديون وزعل وبنت بيجاهزها قبل مني ورجله ضربت لا إله إلا الله اللي اتنين ضربوا اليمين بس بس كأنه اللي اتنين راحوا مفيش بمبوتي بيشتغل بعكاس عشان كده أنا سيبت المعهد ونزلت مكانه وهو زميله على ودي الحلال اللي بيحبوه في المينة بيسهلو هالي وهي ماشي يا فلا طب لما أنت ظروفك ما أعلن بيها لربنا كده إيه اللي يخلي جوز جزم يتعرضو لك ويتهجموا عليك أنا فاهمك لما بنبوتي لقدر الله يموت تتنقل الرخصة بتاعته لأكبر أولاده لو ما عندهوش ولد تتنقل له جوز بنته أنا جوز أختي مدرسة إنجليزة وربنا فاتحها علي أم واحد من العيال اللي انت روقتهم اتقدملي عشان يتجوزني عشان لما بويا يموت ياخد هو الرخصة وما ينفعش تتنقل لي دخل علي بالحنية عايزين ريحك أبصر إيه مدرك إيه سكتوا على قفاة شغلي أخوف اللي أزرق غلاسة أنا مكنتش متأكدة من اللي بيضايقني لغاية ما انتا حكتلي عن المطور قلت ما بيدهاش نتعارك معاه واللي حصل بقى ياريتني ما نطقت ده انت قطر خيرك وأنا حسكوت له أنا مسكت عليه زلة إيه وعتفتكر اني خايف عمله محضر للطرط لو انت بيفرق معاك حاجة انت ما شاء الله شكلك واخد الشقة هواية أنا مرضتش عمله محضر عشان يساومه بيه حقوله إنك قدمت فيه بلاغ وأنا تحيلت عليك تسحبه ولما تقصرش عني هو واخوه هخليك تقدم فيه البلاغ وهخلي الأستاذ اللي كان معاك يشهد عليه وبكده يحل عن سمايه ويطيل في سمايه أنا؟ أه صحيح ده رزل وغبي ويمكن يقرفك أنا مش فرقة معايا لهو ولا عشرة زيه أنا بس هشتلط عليه المرة اللي جاية إنه يعقب المطورة بتاعته أنا أسفة يا شافا لا أنا كويس الحمد لله لا لا كويس ما تقلقش أنا خرجت على البيت أنت في البيت ما أنا نزلت لجيب لقمة كلها أنا جايلك على طول يا شافا يا شافا أنا كويس إقف لأنا جايلك ده الرئيس اللي أنا شغال معايا وجوز أختي في نفس الوقت إنما رجل بعيد عنك لما أقعد معاك بقى هبأحكيه لك هو أنا هشوفك تاني أمت مرضو هتفضلي ساكتة؟ لعلمك بقى أنا المرة دي مش هسكت له هتعمل إيه يعني؟ هتطلع تتكلم عنه في برنامج؟ مين هيصدقك؟ أنا نفسي مش هصدقك يعني إيه؟ يعني مين هيصدق إنه واحد واخد دكتوراه من السربون؟ وأبو كان رئيس جامعة اسكندرية؟ وابنه واحد من أعرق العائلات اللي فيها؟ يضرب أخته زي ما أي عرباجي بيدرب مراته لما تنكد عليه؟ وبعدين أنا أصلاً استفزيت وخرجت عن شعوره يعني ما أقدر شعفي نفسي من مسؤوليت اللي حصل بس أنا كنازم أعمل كده أنا خلاص واتقربت أواجه وأقولي على كل حاجة مش عارفة دي حصل إزاي مش عارفة عملت كده إزاي يمكن أكون فجأة افتكرت كل كراهيتي لي وافتكرت اللي عملوا فيها وفي بابا وفي ماما أنا عارفة أني بكده نهيت أي فرصة ممكن أتكلم عنك بشكل كويس أنا أسفى يا أحمد أنا أسفى كده بس صيفي على مين انتي بس هدي نفسي بكرة الدنيا هتهدى وكل عاجة هتبى كويسة عوادي ألف ألف سلامة عليك يا غالي أنا أول ما عرفت أنك توقف من الإسبتاليا قلت أكيد محتاج غزة تجيب لك شوق فاكهة موز برتقان أهل فاكهة برضو حلوة للبدم ما خلاص يا شافع ما حسيسني أن أنت ببرعتلي بكليتك عادي يعني إحنا مش في الشغل كويس أنك لسه فاكر الفرق قل لي هتنزل الشغل بكرة ولا هتريح لا هنزل عندي لفة في المنصورة مش هرجع غل لما خلص كل اللي في الجدور خد برتقانا شاف أصيل طول عمرك يا حودة طول عمرك جدع على فكرة أنا ما شغلتكش معك أنا خمراتي لا مشاني ومش أسلوبي ولو تفتكر أنا كلمتك قبل كده كتير وتكتع الشغل معك في التجارة سيبك من الجامعة الشغل الحقيقي في التجارة يا حودة وعلى فكرة بقولك من قلبي في ساعة صفا طبعا ساعة صفا مش ضرب نص الفكهة اللي جايبها لي بالك يا حودة إنت لو ركزت معايا في الشغل وفتحت مخك هيجيلك خير ما بعده خير بقولك إيه مش لما ربنا يا كريمك وتسدي ديونك الأول صدق يا شافع إنت أول مرة تصعب علينا النهاردة هيه صعبش عليك غالي زي ما قلتلك ركز إنت معايا في الشغل واثبتلي جدعانتك وأنا هدلعك الدلع كله ما أنت مني وعلي يا جدع وإنت عليا ومنها يا شافع حبيب يا شافع والله هيه بقولك إيه أو إيه اللي في كيس تسود ده هيه تصدق كنت هنسة أصل أنا عارفك بتموت في الكمبوت قلت محرماكش هيه ده من أيام ما كنت بتاجر في الكمبوت هيه مش عارف هو تاريخ الصلحة ممسوح كلها وإحنا نعرف حبيب يا شافع حبيبي والله يا شافع طيب بما إن مفيش تاريخ صلحية ومفيش فتاحة أنا هعلاقها في المكان وهتعمل وأناس اتكر إنت على الله يا شافع شكل الواحد مش هيعرف ينام منشي الجمالك النهاردة إيه إحنا مش هنحمس بالشاي هو لسه في شاي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر